موسيقى ازيكو جميعا معاكو يحي النهاردة ايفون سيفن نزل الموبايل ده تقريبا هو اكتر موبايل نزل عليه اشاعاته وتسريبات السنة دي وللاسف الاشاعات دي حقيقة الهيتفون جاك اتشائل قبل ما ندق بس انا عايز اقول حاجة شركة قبل هي اكتر شركة بتعمل اعلانات حلوة اكتر شركة بتقنعني فعلا ان المنتج اللي مقدمينه هو افضل منتج تقريقة العرض تقنعك ان هما الافضل بين الجميع حتى لو ده مش حقيقي انا بتكلم على الهاردوير مافيش شركة من شركات الاندرويد بتقنعني ان موبايلاتها هي الافضل سواء كانت سامسونج او الي جي او سوني او ايتش تي سي اي شركة ده من ناحية الهاردوير من ناحية السوفت وير قصة تانية شوية المهم الايفون سيفن بالنسبة للتصميم هو تصميم مايختلفش كتير عن السكس اس الاختلافات ببسيطة قوي يعني الانتنة اللي في الظاهر مثلا خلوها في السيفن حوالين الجهاز اكتر كمان الكاميرا بروزها بقى شكل مختلف يعني في السكس اس و السكس اس بلس كنت تحس ان الكاميرا محطوطة على الموبايل او مثلا ملزوقة على الموبايل لكن في السيفن تحس انها خرجة من الموبايل برزة من الموبايل استيل شكلها مش قد كده يعني لو كانت مستوية مع الجهاز كان يبقى شكلها افضل كمان الايفون السنة دي بيجيوا اللونين زيادة لون اسود تماما اسود خالص لكن ما بيلمعش ميت واللون تاني اسمه جيت بلاك ده بيلمع شكله يوحي بان هو ازازل لكن هو معده معده معالج بشكل معين قبل الموضحه في فيديو علشان يدي الشكل لا معده ومسميينه جيت بلاك حقيقي نفسي اشوف اللون ده في الحقيقية او امسكه ايه تاني حاجة تاني حاجة في التصميمه ودي اكتر حاجة الناس انزعجت لما سمعت عنها في التسريبات مفيش هيتفون جاك والاشعاعات حقيقية ودي حاجة واشة لو انت حد شاري ويرد هيتفون غالي لكن لأي حد تاني في الحقيقية مش بالسودة قبل برات المطاودة بان الهيتفون جاك بيستخدم بقاله اكتر من 100 سنة فحان الوقت ان احنا نتقدم الى الامام وننسابع ده غير ان هما بيدعوا ان اللايتنينج بورت اللي موجود في الايفون منذ عدة سنوات قادر على انه يخرج اوديو بكواليتي اعلى من الهيتفون جاك العادي ده غير ان هما بيقولوا انه كان بياخد جزء كبير من حجم الجهاز من جوه اللي هي ممكن تستغل في حاجة تانية زي بطارية اكبر مثلا وبما ان الايفون السماعات اللي كانت بتيجي معها كان بتعتمد على الهيتفون جاك فغيروها وخلوا البورت بتاعها لايتنينج بورت ده غير ان هما حطين في العلبة ادابتور بيحول من 3.5 هيتفون جاك للايتنينج بورت فنقدر نعتبر ان الهيتفون جاك خلاص انتهى لان بما ان قبل شاريته توقع ان معظم الشركات هتشيلوا بعد كده كمان بالنسبة للتصميم اعادوا تصميم الزرار بتاع الهوم بحيث انه يبقى فورس تاتش زي التراكباد اللي هي في الماكبوك وزي الشاشة بتاع الايفون سكس اس اللي كان فيها فورس تاتش برضو بس مسميينه 3D تاتش وهي الفكرة ان انت مع الزرار ما عادش بيتك تكل جوه لا بيديك احساس التكل من خلال وده افضل لان يعني الزرار مش عرض انه يبوز ده مش اوش بالنسبة للشاشات هي نفس الريزوليوشن لكن بتقدم الوان مشبعة اكتر مش عارف ليه ما بيحطوه الشاشات بريزوليوشن اعلى يعني مش عارف انت هنشوف ايفون بشاشة توكي بس حتى الان هي نفس الريزوليوشن بالنسبة لمواصفات قبل قدمت الاصدار الجديد من معالجاتها اي تين ومسمينه السنة دي فيوجين هو كواد كور الكورين الاساسيين هم اللي بيقوموا بالوظائف القوية اللي بتطلب جهد عالي وهم اسرع بنسبة 40% من بتاع السنة اللي فاتت اللي هو اي نوعين وكمان فيه اتنين كورز تانين بيشتغلوا لما تكون بوى حاجات ما بتتطلبش طاقة كبيرة زي انك تشوف الايميل مثلا او تشوف الرسائل تعمل مكالمات وده اكيد هيقلم من استخدام البطارية بالنسبة للجرافيكس سيكون فيه جرافيكس اقوى بالنسبة 50% من 6 اس وبيتدعوا ان الجرافيكس بتاعه هتكون شبه جرافيكس الكونسول ويعتبر ايفون 7 هو افضل ايفون من ناحية الاداء حتى الان بالنسبة للكاميرا ايفون 7 بيجي بكاميرا 12 ميجابيكسل بعدها سأوسع شوية من اللي كانت في 6 اس 1.8 ده غير ان فيها OIS اللي ما كانش موجود 6 اس كان موجود 6 اس بلاس بس وكمان قبل ما قدمه تكنولوجيا جديدة تخلي فيه ديبسو فيلد في الصور ديبسو فيلد ده هو العزل يعني زي من شوفين حواليه كده هتلاقوا فيه ورا الصورة من نغمشة شوية وانا واضح اكتر ده بسبب بحاجة اسمها ديبسو فيلد دي بتبقى في الكاميرات الديس الار فانها تبقى موجودة في الموبايل ده شيء مظريف جدا والكاميرا هي له حاجة الوحيدة اللي بتفرق الايفون 7 عن ايفون 7 بلس لان بيجي فيه كاميرا زيادة 12 ميجابيكسل برده بس بعدسة تليفوتو ودي بتخلي فيه اوبشن انك تعمل زوم بدون ما تخسر الكواليتي وغات اكس 2 و اكس 5 و اكس 10 اي موبايل تاني بيبقى فيه زوم من السوفت وير فده بيخلي الكواليتي تروح لكان اللينس زيادة دي بتخلي الكواليتي ما تروحش بالنسبة للصوت بما ان الهيدفون جاك اختفى فده قدم ساحة لسماعات تانية والاول مرة الايفون فيه ستوري اوديو وتقريبا سماعة المكالمة كمان بتشتغل كسماعة تانية سبيكر اضافي زي اللي في الاتش تي سي 10 ده طبعا شيء حلو جدا خصوصا لانتو بتفرج على افلام او فيديوهات على الموبايل او لو بتلعب جيمز على الموبايل كمان احد اهم من الحاجات اللي انزلت في الايفون 7 لأول مرة ايفون ضد المياه والاطربة اي نعم دي ميزة موجودة في موبايلات تانية كتير زي اس 7 ونود 7 ومن قبلهم كان لسوني لكن لأول مرة ينزل ايفون ضد المياه ده شيء حلو يوحت اسعب لهم بقى بالنسبة للسوفتوير بيجي فيه ايو اس 10 اللي قدموه تقريبا في شهر يونيو بتين فيه اضافات جديدة وبقى فيه ويدجيتس يعني موضة في الاندرويد من سنين لكن يعني ما عادش فيه فرق قوي ما بينه ما بين الاندرويدس يعني لسه فيه فرق برضو يعني فكرة ان انك متقدرش تحط الايكونات بالشكل اللي انت عايزه ومتقدرش تتروسها في المكان اللي انت عايزه ده يعني ده الشيء اللي مخليني مش قادر امتالك موبايل ايو اس لكن مع كل المميزات اللي في الايفون سيفن دي بصراحة بفكر بالنسبة للبطارية ما عرفش كامل اللي امبير لكن بيقولوا ان الايفون سيفن هيكون يشتغل بساعتين زيادة عن سكس اس وايفون سيفن بلس بيشتغل معك ساعة زيادة عن سكس اس بلس وكمان منزلين سماعات وايرلس تماما ما فياش اي سلوك تضعها في ادنك من هنا او ادنك من هنا وما فياش ما بينهم اي سلوك بس ما بيجيش مع الموبايل لازم تشتريها لوحدها يعني مش حالف مية وستتين دولار تقريبا ما اعتقدش ان حد هيشتريها اساسا بالنسبة للمساحة الداخلية ايفون سيفن بيبتدي من اتنين وتلاتين جيجا بايت ويوصل لحدة مية تمانية وعشرين ومتنستة خمسين النسخة اللي هي جيت بلاك اللي هو السود اللي بيال المعدة ما فيهاش اتنين وتلاتين مية تمانية وعشرين ومتستة وخمسين بسا كمان قبل حدست الايفون سكس اس لاغوا النسخة اللي هي ستتاشر جيجا بايت وخلوه بيبتدي من اتنين وتلاتين جيجا بايت بالنسبة للاسعار ايفون سيفن هيكون بنفس سعر سكس اس الحالي وسكس اس هيرخص شوية فهيبه اللي في اللاين اوب بتاعهم اس اي سكس اس سكس اس بلاس سيفن سيفن بلاس بس كده مرحبا الايفون سيفن وقلوه لي ايه رأيكو تشتروه ولا لا اعجبكو ولا لا خلوكو تفكروا وتتحولوا الايفون وتمشوا من الاندرويد هو الموبايل حلو وفيه فيتشارتز جديدة حلوة جدا وفيه حاجات كنت اتمنى انها كن موجودة في الايفون وبقت فيه خلاص مشكلة الايو اس ان فيه حاجات كتير جدا بتعجز الواحد النواي يعمل كاستمايزيشن في الموبايل اندرويد بيقدم الحاجات دي كلها قلوه لي ايه رأيكو في ايفون سيفن واناوين تشتروه ولا لا وتابعوني على تويتر عشان زي ما قلتلكو في الفيديو اللي فات هبقى بعمل عليه اوبديت لكل شيء بيحصل كل حاجة هتحصل هقول عليها لو بعمل فيديو هقول انا هعمل دلوقتي هفعمل عن اي او كده على اكس الفيس لانا ما عدتش ناشط على فيسبوك اوه بنزل عليه بس انها نزلت فيديو جديد وخلاص فعايز ابقى متواصل معكو اكتر فهعمل ده من خلال تويتر هتلاقوا لينك تويتر ظهر قدامي حاليا وده حتى الفيديو هتلاقوا لينك لسوقتكم لو حابين تشتروا اي حاجة من على سوقتكم لا تستخدموا اللينك بتاعي ده بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وعملوا سبسكرايب عشان ما يفيدكوش للفيديوهات الجديدة نشوف كل فيديو جديد السلام